أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في هذا الدرس رح نبدأ نزيد من سرعة الشخصية طول ما منلعب إحنا في اللعبة رح زيد تأسية في تسارع كل ما ميشت أكثر الشخصية كل ما صار إلها سرعة أكبر الموضوع بسيط جدا خلن نبدأ على طول منفوت على الثالث برسن كاركتر خلينا نيجي إحنا هون على الإفنتيك لأنه الشغلة هاي حتصير كل فريم هنزيد سرعة الشخصية خلينا نزيدها البلينك تايمر ونيجي هون طيب الآن شو بنا نعمل إحنا في الشخصية تبقيتنا الكاركتر موفمنت تعلمنا في الدروس الماضي كيف كنا نغير السرعة من هون ماكس ووك سبيد كنا نغيرها من هون لكن الآن إحنا بنيها تتغير طول ما إحنا ممشي سيفي تسارع للشخصية فخلينا نسحب هاي من هون نسحب منها من هون ونيجي ونحطها الآن شو بدي أحك أكتب له أنا هون بكتب له ماكس ووك سبيد اللي هي إحنا كنا نستخدمها طيبا نغيرها هاي هي نفسها المكتوبة هون ووك ماكس سبيد وراحت ماكس ووك سبيد هاي هي نفسها جبناها إحنا حطيناها هون استخرجناها ممتاز جدا طب بنا نعدل عليها كيف نعدل عليها خلينا نحط الآن أنه نفس نفسها بدي أجيب مرة تانية تاركتر موفمنت وقل له ست ماكس ووك سبيد بدي أغيرها ممتاز أوصل هاي هون ووصل هاي هون ممتاز جدا الآن بدي كل فريم تزيد هاي السرعة بمقدار معين فبكل بساطة بحط زائد بزيد السرعة عادي بقول له زد لي إياها كم سنتيمتر في الجزء من الثاني لأنه إحنا بنحكي تك التك فريم في الثانية الواحد في عنا ستين تك ستين مرة فخلينا نقول له مثلا واحد ماشي واحد الرقم كبير مش قليل ترى ممتاز تمام الآن كمان بقدر أوصل هاي مباشرة هون لكن أنا في نفس الوقت بديش الشخصية تصير سرعتها مليون فخلينا نحط كلام بدي السرعة أقل إشي السرعة صفر وأعلى إشي خليها عشر آلاف عشر آلاف سرعة كتير كبيرة الصراحة إذا جربت العبت على عشر آلاف كانت سرعة مرعبة ممتاز الآن خلينا نشوف بواحد بتعرف خليني أحط أنا ثلاثة بس ليش دا حط ثلاثة بس عشان أعرض لك السرعة كيف ستسارعة بسرعة بس أنا رح نزل هاد القيمة لصفة فاصل سبعة إشي زي هيك ممتاز خليها ثلاثة في الوقت الحالي ونشوف العرض كيف بدأت تصير السرعة الآن لاحظ الشخصية تمشي بدأت بدأت تسرع لاحظ في سرعة بدأنا نحس بالسرعة أوكي لاحظ أوكي امشي كمان ممتاز صارت الشخصية أسرع بكثير تمام أوكي خلنا نخد كمان شوي نلعب شوي نشوف وأنه نوصل كم أنا هعيش على لقديش أوكي تمام بدي أعمل بلنك بديش أموت ممتاز أوكي أجل تنتين يسار من هون يا سلام شايفين السرعة صارت أكلنا خبطة أكلنا خبطة تاني بلشت أنا بلشت أتأذى أنا بلشت تصعب علي اللعبة شوف لاحظ أنت السرعة صارت كبير كثير بلنك قبل ما أخبط باستبابة هاي أوكي أوكي صارت سرعة كثير كبيرة أنا مش عارف كديش سرعتي ممتاز كان لازم أسوي ممتاز ما توقع وهي معدلك في الهوى تمام يا حرام تمام الآن خلينا نرجع هون ممتاز الثلاثة هاي بدنا نحطها صفر فاصل السبعة هيك منطقي لأنه مش معقول اللعب ملاحقش لعب عشرة ثواني صارت سرعته خرافية فأو ممكن في صفر فاصل ستة يعني بقدر أطول شوي أكتر الآن لو أنا جربت اللعبة بتعرف كمان خلينا نسوي حركة بدي أعمل برنت سترينج بدي أشوف أنا السرعة تبعيتي قديش هي طيب خالص خلينا نسكرا شوي ممتاز خلينا نشوف السرعة رح يرضيها على الشاشة لاحظ السرعة ألف مكتوب على الشمال تلاحظ أنت كم تتزايد تزايد قاعدة السرعة بس الآن أنا بقدر أخذ شوية وقت عبين ما ألعب طيب خلينا نوصلها أحني على السريق بدي أحط له هاي أنا خمسة الله يشتر طيب خلينا نجرب الآن نشوف لاحظ السرعة صورنا ألف سبعمية ألفين ألفين وخمسمية ثلاث ألاف ثلاث ألاف لسه سهلة تسليني لعبة ثلاث ثلاث أربع ألاف ممتاز الآن بلاش نحس بالصعوبة أوكي خمس ألاف ست ألاف لازم هو رح يثبت الرقم على عشر ألاف على أشر ألاف حتصير اللعبة صعبة طلعا أنا بديت الآن أحس أني رح أخسر في أي لحظة مش هوصل لعشر ألاف على الثمن ألاف لاحظ هو الستاتو بزيد سرعة الشخصية ثبتت على عشر ألاف حتى هو ميت طبعا لأنه الشخصية موجودة في العالم تمام ما في أي مشكلة ممتاز جدا جدا هو خسر خلص حتى لو صارت سرعة ما هو توقف حركة اللعب ممتاز جدا ثبتناها خلنمسح هاي ونرجع نوصل هاي هون ونرتب شغلنا شوي ننزل هاي لتحت شوي هيك هون خليها زي ما هي ممتاز أمسك هدول أكبس حرف السي هون ووك ماكس خلنو كتب اسم نفسها ووك سبيد ممتاز حط لها كمان نفس الإشي أربعين من هون والآن صار عنا في تسارع للشخصية وصلنا لما نلعب نعرف شرنا نعرف مكانها ممتاز الآن هيك إحنا بكون كمان يعني تلاحظوا أنه الموضوع جدا بسيط وسهل وما كان في أي تعقيدات بدأ أرجع عن هاي لصفر فاصل خمسة أو صفر فاصل سبعة كثنتين أوكي وبتصير اللعبة جدا جميلة هيك بكون إحنا سوينا الماكس ووك سبيد يلا بشوفك درسل بعده يلا في أمان الله مع السلامة